الكربوهايدرات الكربوهايدرات هي المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم حيث ينتج عن تحللها وأفسدتها طاقة تستخدم في التفاعلات البيوكيميائية لجميع الكائنات الحية وهي مركبات عضوية تتكون في تركيبها الأساسي من الكربون والهيدروجين والأكسوجين بنسبة 1 إلى 2 إلى 1 أما عن أنواعها فتقسم الكربوهايدرات إلى قسمين رئيسيين حسب الأحدات البنائية التي يحتويها السكر وهما السكريات البسيطة وتشمل السكريات الأحادية مونوساكرايدز والسكريات الثنائية دايساكرايدز والسكريات العديدة بوليساكرايدز والآن سنتعرف على السكريات الأحادية والثنائية والعلاقة بينهما أولاً، السكريات الأحادية، مونوساكرايدز، والتي تتكون من وحدة سكر واحدة، لذا تعتبر السكريات الأحادية وحدة البناء الرئيسية للكربوهيدرات، أما عن تركيبها فتحتوي على مجموعة كربونيل تقوى على ذرة كربون مرتبطة بها رابطة مزدوجة، بينما بقية ذرة الكربون مرتبطة بروابط أحادية تحمل مجموعة هيدروكسيل. ويمكن تقسيم السكريات الأحادية على حسب عدد ذرات الكربون، والتي تتراوح من ثلاث إلى سبع ذرات، ومن الأمثلة عليها الجولوكوز، وهو سكر الدم، الفراكتوز، وهو سكر الفواكه، والجالكتوز، وهو سكر اللبن. ثانياً، السكريات الثنائية دايساكرايدز، وهي السكريات الناتجة من اتحاد جزئين من السكريات الأحادية السداسية بواسطة رابطة غليكوسيدية، وينتج عن هذا الترابط فقد جزئ ماء. ومن أمثلة السكريات الثنائية، واحد، الملتوز، والذي يتكون من جزئين جولوكوز، ويطلق عليه سكر الشعير. اثنان، السكروز، والذي يتكون من جزئ جولوكوز، وآخر فراكتوز، ويطلق عليه سكر القصب. ثلاثة، اللاكتوز، والذي يتكون من جزئ جولوكوز، وجزئ جالكتوز، ويطلق عليه سكر اللبن.